السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وأخواتي الأعزاء وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من مثالنا هذا اللي يتكلم عن تحليل Elastic Bar باستعمال Two Dimension Model شفنا أنه بالجزء الأول من هذا المثال إحنا وصلتنا المشكلة مالتنا ومثلناها وبالجزء الثاني سوينا المش مالتها وحللناها وطلعت النتائج وشفنا شو نقدم نوصلها بالجزء الأخير راح نحاول أنه نحسن من أداء النتائج اللي طلعت له نذكر أنه Exact Solution أظهر أنه Stresses بالنهاية المقيدة يجب أن تكون قيمتها 300 في حين أنه الموديل اللي أنا سويته أنطاني 290 فقط وفي النهاية الحرة Exact Solution قال النتائج لازم تكون 100 إحنا نطاني أكثر من عدها شوية طاني 110 فمعناها أني عندي يعني 10 PSI زايدة هنا و10 PSI ناقصة هنا طيب إشلون ممكن أنه أحسن من نتائج الموديل مالتي ممكن ببساطة أنه أفكر بأنه أزيد عدد الإليمنتس مالتي ومن أزيد عدد الإليمنتس معناها التشوه اللي راح يصير بالبار مع أنه يقترب من التشوه الحقيقي للبار الحقيقي ومعناها أنه ممكن أحصل نتائج أداء فاللي راح أسويه أنه راح أرجع على الموديل مش وراح أختار seed بالمناسبة سؤال أنا إذا أردت أزيد عدد الإليمنتس مالتي هل يا ترى أزيدها باتجاه الأكس لو باتجاه الواي أزيدها بالثيكنس لو أزيدها باتجاه الطولي وليش ليش يغمنهم هو صحيح لو لازم أزيدها باثنيناتهم هذا سؤال لازم أني أفكر به لما أجي أريد أغير الموديل مش مالتي وأختبر حساسيتها فالذلك أنا راح أبدأ بفتشي بعدين أقولكم ليش بديد بي راح أبدأ بأنه أزيد عدد الإليمنتس بالثيكنس فراح أروح على seed وأختار ads وأختار النهاية اليسرى وأضغط shift وأختار النهاية اليمنى done وأغير عددها number of elements من الاثنين إلى أربعة وأقول له أوكي delete mesh yes وأرجع على المش instance وسأوي لي seeding وغيرنا هسا ضعفنا عدد الإليمنتس بالثيكنس أرجع من جديد على job وأرجع سأوي له submission وسأوي لي override وفي نهاية العملية أرجع سأشوف results small t وأنا أود أشوف الإجهادات آه لاحظ أنه الإجهادات بقى مثل ما هي ما تغيرت 110 بالنهاية الحرة و290 بالنهاية المقيدة وكأنه الشغل اللي سويته بزيادة عدد الإليمنتس بالثيكنس ما فادني نهائيا ليش ما فادني نهائيا لسبباً السبب الأول أنه القوة المسلطة عندي هي بالاتجاه المحوري وبالتالي deflection اللي دي يصر عندي هو بالاتجاه المحوري مو بالاتجاه باتجاه thickness ما للبار مارتي وعليه أي تغيير بالإجهادات لازم يكون هنا بهذا الاتجاه وليس بالاتجاه الطوبي أضف إلى ذلك أنه إحنا من الأساس عرفنا الpoison ratio قيمته 0 يعني إحنا هملنا أي تغيير ممكن يكون بالاتجاه الثاني ال indirect direction مو اتجاه تصليف القوة الأساسية فلذلك راح أرجع من جديد على المش ورح أغير عدد الإليمنتس بالاتجاه الطوبي فأرجع على seed وeds وأختار top وال bottom edges أضغط على done وبدأ للعشرة أسويها 20 وأقول له اوكي delete mesh mesh any stance yes وأروح على job وأسوي له submit أقول له اوكي وأنتظر نتيجة نذكر أنه آخر مرة طلعتنا الإجهادات بالنهاية المقيدة كانت 192 وبالنهاية الحرة كانت 110 في حين ال exact solution يقول إنه نتائج كان لازم تكون 300 فنشوف هسا إحنا وين وصلنا ونشوف هكي تحسن بالفعل من ضعفنا عدد الإليمنتس بالاتجاه الطوبي نجحنا إنه نقترب بقيمة 50 PSI من الحل الصحيح وبالنهاية الحرة أيضا نفس الحالة صارت حدنا فراحة افتهمت منها الموضوع إنه إذا أرجع بعد وأزيد عدد الإليمنتس قد تكون الدقة ما تزيد أكثر وهذا الشيء المتوقع أو أكو طريقة ثانية للحل بأنه أرجع على المش من جديد وأروح على المش وأختار Element Type وأغير نوع الإليمنت اللي أنا إذا أستعملها بدل ما أنا إذا أستعمل اللينير إليمنت راح أخذ الكواتراتيك وعيفة Reduced Integration ما أحتاجه هنا فراح أختار هنا CPE8 اللي هي 8Node Bi-Quadratic Plane Strain Quadrilateral Element وأضغط OK وأروح على Job وأسوي Resubmit من جديد وأشوف النتائج اللي راح تطلع لي هاليا ترى راح قد راح أقترب من الحل الصحيح لو قد أكون ابتعدت عنها خلصت عملية التحليل أنتقل إلى النتائج أشوف إنه مثل ما متوقع نجحت بأنه أصل إلى Exact Solution بمجرد أنها تحولت من Linear Element إلى Quadratic Element وشن السبب؟ السبب يكون هنا هذا Exact Solution Exact Solution شوفو يتكون من جزئين Linear Part Linear Part و Quadratic Part بالحالة الأولى إحنا لما كنا نختارين Linear Element كان The Prediction للدفلكشن وهو حدوده بس هالجزء هذا هذا الجزء الباقي ما كان داخل النظر الاعتبار لما نغيرنا نوع الألم لأنه اختارين الكوادراتيك ألم هالحالة هذا قدرنا نسوي كاتش لكل الدفلكشن اللي يظاهر عندنا هنا بال Exact Solution وهذا هو سبب التغيير يعني معناها إحنا ممكن بأنه بس نغير نوعية الألم نحصل على حل أدق وأرخص من الحل الثاني في حالة زيادة عدد الألم وتقدرون تحاولون بعدد الألم أقل من هذا اللي تشوفوه هنا نقل داكم أتمنى إنه كان كل شيء واضح أمامكم بهذا المثال بإمكانكم إنه تصوون تغييرات علي أنتم بنفسكم وتشوفون شنو رح يصير من تغيير على النتائج اللي أقترح عليكم إنه تغيروا نوع الألم اللي مستخدمة بدلا ما إحنا استخدمنا حالة Plane Strain بإمكانكم تستعملون حالة Plane Stress مثلاً وتشوفون التغيير شنو بإمكانكم إنه تغيرون قيمة Poison Ratio من صفر إلى قيمة ثانية والترون 0.25 بإمكانكم إنه تغيرون نوع السابورت اللي موجود بالنهاية أنا السابورت اللي اعتمدت إنه قيدت الحركة باتجاه X و Y شوفوا إذا تقدرون تسعوون شي ثاني وشوفوا شنو التغيير اللي رح يصير على النتائج وحاولوا إنه أهم شي تعرفون ليس صار هذا التغيير حاولوا إنه تحللون هذا التغيير وإذا عدكم أي سؤال بهالموضوع هذا أرجو إنه سجلوا لي في صندوق الوصف رح أحاول آني إنه قدر الإمكان أجيب على تسائلاتكم مرة ثانية أهلاً وسهلاً بكم كانوا إياكم أسامة الصفار وأتمنى أنه كان قضيت بيانا وقت مفيد مع السلامة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أعطى أعطى